كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير العاشر من رمضان يعني في نفس التوقيت في عشر رمضان ولكن هنرجع بالزمن سنين هنرجع لعام 1973 كان عشر رمضان والناس كانت في ساعة اتنين الظهر يوم رمضان عادي بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمصريين زي أيام رمضان العادية اللي الناس بتمشي فيها وفجأة الثانية ظهرا جاء البيان الأول للقوات المسلحة البيان الأول ده رج مصر رج مصر كلها يعني مصر كلها كانت أولا شعب المصري كان كله صايم وجنودنا على الجبهة والناس كلها مش مصدقة أن احنا عبرنا قناة سويس البيان من قوته من لغته من الحماس وطبعا المصريين كان بالنسبة لهم النصر ده هو الروح اللي عدت كده في القلوب هو الرئة الجديدة اللي تنفسوا بيها العزة والكرامة وسريعا جدا تغير الخرايط في التلفزيون المصري هنا تغيرت تماما وبدأ طبعا الإزاعة والتلفزيون خلاص يبقوا مع النصر نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر اللي بقى يوم الحقيقة الفرحة كانت فرحتين من يوم ستة أكتوبر احنا عارفين وكان موافق عشر رمضان لحد النهارده واحنا بنحتفل بالتنين السادس من أكتوبر طبعا والعاشر من رمضان محفور الحقيقة في قلوبنا وبدأت الناس بقى زغاريت في الشوارع وفي البيوت وبقى شهر رمضان اللي هو شهر حقيقي احتفال وشهر البركة وشهر الخير بقى كمان معاه شهر النصر وبقى الحقيقة يعني العاشر من رمضان 73 كان شهر مميز جدا وتغيرت الخرايط والناس بقى التهني بعض والطبعا الاحتفالات والإحساس والناس عايزة يعني إزاي توصل لجنودنا وإزاي توصل لهم كل الخير وإزاي تساند الناس في الشارع وبدأت الناس الحقيقة كلها كمان تبقى في موائد رحمن وبتبقى كلها بركة ونصر بشكل كبير جير وراجيل فدر بعد سنين طويلة وعقود الناس كلها بتحتفل بنصر أكتوبر وبالعاشر من رمضان وعلشان كده احنا عمرنا ما بننسى لأن احنا دايما في معركة طول الوقت عندنا معارك معارك في التنمية معارك في البناء معارك كمان نبني بيها طريقنا نحو جمهورية جديدة فكل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم لما تتذكروا ترفعوا راسكم كده ويبقى عندكم العزة والكرامة دايما بإذن الله كل سنة ومصر بقى الفخير